موسيقى طابة وقاتكم بالخير مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحصاد الإخباري الإسبوعي نقدمها لكم من قناة الكرم الفضائية حيث احتوت حلقة هذا الإسبوع أحداثا تنوعت ما بين الأمنية والسياسية والطبية تابعناها معكم طيلة هذا الإسبوع وسنصلط الضوء على أبرزها في حلقة اليوم كونوا معنا مشاهدين أهلا بكم في حلقة هذا الإسبوع قداسة البابة ودروس للحريري صفة العيش المشترك تجمع مصر ولبنان رغم التنوع والقبض على خمسة متظاهرين متشددين تجمهر أمام منازل الأقباط بالعديسات في الأقصر لأخذ فتاة قبطية قاصر بالقوة وإجبارها على إشهر إسلامها وفي المشهد المصري العام مصرع حارس عقار وإصابة أربعة من فجار عبوة ناسفة في حديقة شارع الجزائر بالمعادي والداخلية تكشف تفاصيل الانفجار وفي الملف العراقي وخطر جديد على مسيحي الموصل من العودة لمدينتهم المحررة ونتائج زيارة رئيس الحكومة العراقية لواشنطن ولقائه بترامب أما دوليا طعن كهن في عنقه أثناء تحضيره القداس في ميلبورن وفي ملف الإرهاب الدولي وبريطانيا كانت في خط النار هذا الإسبوع ومقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعين آخرين في انفجار خارج البرلمان البريطاني وفي ملف الإرهاب أيضا بريطانيا وأمريكا تحضران إدخال الكترونيات على الطائرات وهناك المزيد من الأحداث نتابعها معكم في حلقة اليوم من الحصاد الإغباري الإسبوعي مشاهدين أهلا بكم في الحصاد لهذا الإسبوع وفي المشهد القبطي والبداية من زيارة الحريري البابة وادروس حيث قالها قداسة البابة وادروس الثاني بابة الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرؤوسية إن مصر ولبنان تجمع بينهما صفة العيش المشترك رغم التنوع الموجود في البلدين مشددا على عمق العلاقات المصرية اللبنانية وقال قداسة البابة خلال استقباله الأربعاء سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني في المقر البابوي بالكادراء المرقصية بالعباسية يعلموننا أن لبنان هي الوردة الموجودة بين الأقطار العربية فهي موجودة من خلال الفن والثقافة والسياحة ولبنان ومصر تجمع بينهما صفة العيش المشترك رغم التنوع الموجود وضاف البابة وادروس نرحب برئيس الوزراء سعد الحريري وكل أعضاء الوفد وقال مرحبا بكم في مصر مهد زيارة العائلة المقدسة التي باركت أرض مصر ونرحب بكم في الكنيسة القبطية واحدة من أقدم الكنائس في الشرق صاحبة التراث المسيحي المصري ونرحب بكم في كل ربوع مصر من جانبه أشاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحرير بالعلاقات المصرية اللبنانية مؤكدا أن مصر من الدول السباقة دائما في مساندة لبنان وأضاف نشكر قلاسة البابة على استقبالنا ونحن نعتبر أنفسنا هنا في مصر وكأننا في ديارنا مصر دائما مع لبنان في السراء والضراء وهي من الدول السباقة دائما في مساندتنا ألقت الأجهزة الأمنية الجمعة القبضة على خمسة أشخاص ثبتها تظاهرهم أمام بوابة البساتين بنجع المهدادة التابعة لمركز العديسات قبل بطود جنوب الأقصر من جانبهم رفض الأهالي خروج الشباب المقبوض عليهم من القرية وطالبوا الأمن بإطلاق صراحهم بحجته عدم ارتكابهم لأي وقاع تهدد الأمن العام وكان العشرات من أهالي نجع المهداد تجمهروا عقب صلاة الجمعة أمام منازل الأقباط بناحية البستان بقرية المهداد التابعة العديسات بالأقصر للتظاهر ضد الأقباط بزعم أن هناك فتاة قبطية قاصر ترغب في الإسلام بعدما أشاع شاب عاطل شائعت أنها ترغبه وتريد الزواج منه مطالبين بالكشف عن مكان الفتاة المسيحية وتدعى أميرة جرجس عاقب انتشار أنباء عن اعتناقها الدين الإسلامي وردت قوات أمن الأقصر على التجمهر بإطلاق القنابل المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وهم يرددون هتافات إسلامية إسلامية نريد أميرة وطوق الأمن منازل الأقباط وعددهم خمسة منازل في ناحية البستان وهي عبارة عن شارع في قرية المهداد وما زال الأمر بعد بين كر وفار بين المتشددين وقوات الأمن وإلى ملف أقباط العريش المهجرين قصرا حيث سلم محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية الدفعة الثانية من الوحدات السكنية الجديدة والتي تم تجهيزها وتأسيسها جميع الأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المعيشة بمدينة المستقبل السكنية والتي تم تقصيصها لاستضافة الأسر القبطية المنتقلة إلى الإسماعيلية من شمال سيناء والشيخ زويد بواقع 72 وحدة سكنية جديدة وقال بيان المحافظة أن تسليم الوحدات تم في حضور أشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والنائب أمال رزق الله عضو مجلس النواب وذلك من إجمال 120 وحدة سكنية تم تخصيصها من قبل وزارة الإسكان لاستضافة تلك الأسر لحين عودتهم سالمين إلى شمال سيناء بعد استقرار الأوضع هناك وأكد السكرتير العام المحافظة أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا في تقديم الدعم والمساعدة للأسر القبطية القادمة من شمال سيناء لافتا إلى أن هذا حق الأصيل لهم جميعا باعتبارهم أخوة شقاء مصريين من نسيج هذا الوطن موضحا أن الجميع يسعى جاهدا لتوفير كافة سبل الراحة للضيوف الأطباط والعمل على تلبية جميع مطالبهم حتى يعود سالمين إلى شمال سيناء أنهت اللجنة الأثرية السياحية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية أعمال المرحلة الأولى من مشروع إدراج آثار العائلة المقدسة على الخريطة السياحية العالمية وأوضح جمال مصطفى مدير آثار القلعة أن اللجنة اعتمدت في أعمالها على المسار المحدد من قبل الكنيسة الأرض الدكسية والمعتمد من قداسة البابا تبادروس الثاني وأشار مصطفى إلى أن المرحلة الأولى وشملت تجهيز كنيسة أبي سرجا ومحيطها في منطقة مصر القديمة وكذلك أديورة وادي النطرون في البحيرة وشجرة مريم في المطرية ودير جبل الطير الأثري بالمينيا وأيضا المشآت الأثرية بأسيود وقد بدأت اللجنة أعمال المرحلة الثانية منذ يومين ومن المقرر الانتهاء منها في أقرب وقت للبدء في أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة مشاهدين وننتقل إلى الشان الأمني المصري حيث قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخل المصرية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجمعة بلاغا بسماع دوي انفجار بشارع الجزار بمنطقة المعادي وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها الجمعة إنه على الفور انتقلت القيادة الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمحل البلاغ وبالفحص تبين أنه في أثناء قيام المدعو حماد عبد العاطي 35 عام يعمل حارس العقار رقم 14 على 5 الشطر السابع بشارع الجزار بالمعادي وخلال قيامه بأعمال النظافة في الحديقة الملحقة بالعقار عثر على جسم معدني غريب وبالعبث به انفجر بما أسفر عن وفاته وإصابة زوجته ونجليه بشضايا متفرقة بالجسم وتم نقله من المستشفى لتلقي العلاج وتابعت الوزارة أنه تم تأمين المنطقة وعمل طوق أمني وجاري تمشيط المنطقة محل الحادث للوقوف على خلفياته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في مدين الجدائر في منطقة المعادي تفاصيل الانفجار الذي وقع منذ قليل وأدى إلى وفاة بالإضافة إلى ثلاث إصابات يعني بالتحدث لمدير مباحث منطقة المعادي أو قسمة المعادي هنا لمعرفة تفاصيل هذا الحادث ما سرحه لنا بأنه الانفجار نتجه أنه خفير أحد الحضائق الموجودة في منطقة المعادي المتواجدة خلفي يمكن الحديقة تظهر خلفي في الصورة كان بيقوم صباح اليوم بتنظيف هذه الحديقة بالفأس واصطدم الفأس بجسم معدني أدى هذا الاستضام إلى الانفجار الذي حدث مشاهدين لازلنا في المشهد المصري العام حيث أصيب عشرات التلاميذ بالتسمم الغذائي ونقلوا إلى المستشفيات الثلاثة في محافظة المنوفية شمال مصر وقالت وزارة الصحة المصرية أن 98% في مدرستين أصيبوا بحالات تسمم وظهرت عليهم عراض مثل آلام البطن وارتفاع درجات الحرارة وأضاف بيان الوزارة أن 78% من المصابين تلقوا العلاج اللازم في المستشفيات وخرجوا بعد تحسن حالاتهم فيما بقي عشرون آخرون داخلها وشهدت مدارس مصرية حوادث مماثلة من قبل وكان أحدثها الاشتباك في إصابة 139% بمدرسة في محافظة البحيرة بتسمم غذائي في نوفمبر الماضي وبشان المبحثات الفلسطينية أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعي مصر الدائم إلى إيجاد حل عادل وسلام دائم والشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية للقاهرة ويرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تنهي حالة خلاف وجمود سياسي بين القاهرة ورام الله مصر ثابت من القضية الفلسطينية التي تحتفظ بمكانتها على قمة أولويات السياسة المصرية الخارجية باعتبارها القضية العربية المحورية تأكيد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازم بالقاهرة السيسي شدد على سعي مصر الدائم إلى إيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو حزيران عام سبعة مشاهدنا الحصاد مستمر أهلا بكم من جديد أجبر المسيحيون في العراق على الخروج من منازلهم بسبب غزو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش ولا يمكنهم العودة إليها أبدا وحذر أحد الكهنة من أن الإرهابيين أنشأوا جيلا جديدا من المتطرفين الأطفال حيث اضطر أكثر من مائة ألف مسيحيين الفرار من الموصل عندما هاجم تنظيم داعش في العام 2014 وبما أن المعركة من أجل استعادة الموصل وصلت إلى مراحلها النهائية حاول بعض المسيحيين العودة إلى المدينة لكن أحد الكهنة في كنيسة تبعد عن الموصل مسافة خمسين ميلا في أربيل ويتولى الاهتمام بمئات العائلات المسيحي الذين هجروا حذر من وجود خطر ضخم جدا وقال الأب دانيال أن إيديولوجية العبادة المدمرة قد انتشرت بالفعل في أوساط الجيل الثاني وكدى أن التنظيم الإرهابي سيواصل حملته لإخراج المسيحيين من الشرق الأوسط وذلك من خلال إثارة المخاوف وأضاف الأب دانيال نتعامل مع جيل جديد تربى على يد التنظيم الإرهابي الذي لديه نظرة متطرفة ضد المسيحيين لذا ستكون العودة صعبة بالفعل كما أشار إلى أن تواصل الأطفال هنا مع أطفال الموصل أمر صعب جدا قائلا أي عقل أن يتفق هؤلاء كفريقين؟ أي عقل أن ينسجما بعضهما البعض؟ إننا حقا بحاجة إلى العمل مع أطفال الموصل لتغيير ما قد زرعت تنظيم الإرهابي في أذهانهم هناك لا طالما استخدمت تنظيم الإرهابي الأطفال في العراق وسوريا كوسيلة القضاء على المسيحين في المنطقة فقد انتشرت أشرطة فيديو دعائية ظهر فيها أطفال يطلق عليهم اسم أشبال الخلافة مسلحين بالسكاكين والبنادق ثم عمليات الإعدام كما هناك تقارير تشير إلى وجود شباب يتدربون ليصبحوا انتحاريين وحذر الأب دانيال من أن التعليم يمكن أن يكون السلاح الوحيد ضد الجهاديين ولا يبدأ أن صار المجموعة من شباب وأطفال بالعمل ضده إلا بعد تعرضهم للترويع من قبلها ويقول الأب دانيال إن المسيحين في المنطقة لطالما شعروا بالقلق حيال مستقبلهم مع الكنيسة ويكافحون للتعامل مع تدفق العائلات الفرح وإلى نتائج زيارة رئيس الحكومة العراقية لواشنطن حيث أفادت مصادر إخباري في بغداد الأثنين ببدء جولة محادثات بين الوفدين الأمريكي والعراقي برئيس رئيس الوزراء حيدا العبادي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن وقالت مصادر مطلعة في الوفد العراقي المرافق للعبادي إن بيانا مشتركا صدر عقب اللقاء الثنائي الذي أكد فيه ترامب دعم بلاده للعراق وجاه في البيان المشترك رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق في المكتب البيضوي مؤكدا على تواصل الدعم الأمريكي للعراق وشعبه في الحرب المشتركة التي يخضها البلدان ضد انظيم الدولة الإسلامية وأكد البيان التزام الولايات المتحدة مع عراق بشراكة شاملة تقوم على الاحترام المتبادل في ضوء اتفاقية الإطار استراتيجية العراقية الأمريكية التي تحدد أطر التعاون في المجالة السياسية والاقتصادية والثقافية وذكرت المصادر أن العبادي وترامب اتفقا على ضرورة تطوير وإدامة العلاقات الإيجابية بين العراق ودول الجوار في المنطقة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ومساعدة العراق في بناء ما دمره تنظيم الدولة الإسلامية وننتقل معكم إلى الملف السوري وأهم المستجدات بشأنه حيث عقد الائتلاف السوري المعارض بمدينة إسطنبول التركية اجتماعا لمناقشة الجولة الخامسة من مفاوضات جينيف ويأتي الاجتماع وسط أنباء عن خلافات كبيرة بين الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات استثنائية هي لقاءات الائتلاف السوري المعارض هذه المرة في إسطنبول والاستثناء لا يأتي من بنود جديدة تضاف لمطالب قياديه في جولة مفاوضات جينيف القادمة بل بسبب خلافات بدأت تطفو على السطح بين الائتلاف وهيئة التفاوض اجتماع عنوانه مناقشة مفاوضات جينيف المرتقبة والتركيز على بلف الانتقال السياسي بوضع جدول زمني له لكن ما خفية من جدول الأعمال يتعلق بمناقشة خلافات داخلية تتعلق بتمثيل الائتلاف في الهيئة العليا للمفاوضات المبثقة عن اجتماعات المعارضة السورية في الرياض الائتلاف بالتأكيد هو جزء من مكونات افادت وسائل اعلامنا الاثنين بتحطم طائرة ركاب في مطار واو في دولة جنوب السودان وعلى متنها اكثر من اربعين شخصا ونقلت وكالة فرانس بريس للانباء عن مسؤولين في جنوب السودان قولهم ان اربعة عشر راكبا على الاقل اصيبوا بجروح دون تحديد مصير باقي الركاب وكانت وكالة نوفوستي اشارت في وقت سابق قولها من المرجح مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في المطار الواقع في ولاية واو في اقليم بحر الغزال وقال وزير الاعلام في ولاية واو بونا جودين سيو لوكالة فرانس بريس لقد استقبلنا اربعة عشر جريحا نقلوا الى المستشفى بشكل طارق وهم في حالة مستقرة من جانبها قالت صحيفة ناشنال كورير في جنوب السودان ان الطائرة تابعة لشركة طيران سبريم ايرلاين بلان مشاهدين ونتحول الى الازمة التركية الهولندية حيث استدعت انقر الأحد سفيرة المانية لديها للتعبير عن اذانتها لخروج تظاهرة الاكراد في مدينة فرانكفورت الالمانية حيث رفع عشرة الالاف المتظاهرين شعارات حزب العمال الكردستاني في وقت زادت هذه التظاهرة من التوتر بين البلدين بدأ عندما منعت السلطات الالمانية تجمعات مؤيدة للرئيس التركي تمهيدا استفتاء على تعزيز صلاحيته اجراءة امنية مشددة تظهر الالاف من الالمان من ذوي الاصول الكردية وانصارهم في فرانكفورت الالمانية حاملين اعلاما وصورا لعبدالله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون هؤلاء طالبوا بالافراج عنه كما اعرب المتظاهرون عن رفضهم لسياسة اردوغان في وقت تستعد تركيا للتصويت من خلال استفتاء على تعديلات دستورية تمنح الرئيس التركي صلاحية واسعة ومن اخبار الهجرة غير الشرعية حيث قالت الفيزيون انتيفي التركي ان قاربا يحمل مهاجرين غرق قبالة ساحل التركيا المطل على بحر ايجا الجمعة مما ادى الى مقتل احد عشر شخصا وفقد اربعة وقالت وكاتو دوغان الانباء ان طواقم الانقاذ استطاعت انتشال سبعة اشخاص من القارب الغرق قبالة بلدة كوشا داسي من جانبها اشارت مصادر طبية وصحفية الى ان اثنين عشر سورية من بين الذين لقحت فهم اثر غرق المركب وزورق المطاطي كان يوقل اثنين وعشرين سوريا وغرق في بحر ايجا وذكرت وكاتو دوغان ان من بين الضحايا خمسة اطفال واضافت الوكال انه تم انقاذ سبعة من جملة اثنين وعشرين مهاجر وما زال خفر السواحل التركي يبحث عن ثلاثة اخرين واضاف ان السلطات القت القبض على اثنين من الاتراك بعد ان سبحا الى الشاطة الاشتباه في تنظيمهما هذه الرحلة لا يخفى على احد ان علاقة الحكومة الصينية مع المسيحية ليست ودية السلطات في الصين قد اتخذت خطوات جريئة لاحتواء نمو المسيحية بما في ذلك اعادة تقسيم وهدم الكنائس فهذه السلطات كانت قد اقدمت على دهس زوجة قس وقتلها لوقوفها في وجه جرافة كانت على وشك هدم الكنيسة المخاطر كثيرة لانها لم تشكل عايقا بوجه المؤمنين الذين قرروا عيش مسيحيتهم بسرية حيث كشفت العديد من التقارير ان نحو مئة مليون صيني باتوا يفضلون مزاولة الكنائس السرية على تلك التقليدية الا ان هذا الامر لا يخلو ايضا من المخاطر فبحسب منظمة الاغاثة الصينية فان فكرة الكنائس السرية خلال عام الفين وخمسة عشر كانت محفوفة بالمخاطر المنظمة اضافت ان نسبة الانتهاكات بحق المسيحين قد زادت بنسبة مائة وخمسين في المائة خلال تلك السنة القس كولين كلارك المقيم في الصين اجاب من خلال مقاله الاخير على اسئلة لطالما رودت الكثيرين ممن يريدون التعرف اكثر على ممارسة المسيحية في الصين في عام الفين وسبعة عشر كلارك استهل نصه بالتنويه الى حقيقة ان الحقوق الشرعية والقواعد الحكومية في الصين لا تطبق بشكل متساوي على الجميع الا ان الرجل اكد ان الاوضاع خلال عام الفين وسبعة عشر تبدلت عما كانت عليه في العوام السابقة لا تلزم الحكومة الصينية مواطنية او الوافدين اليها بالالحاد حيث تعادل بروستانتية واحدة من خمس ديانات تسمح الصين بممارستها اضافة الى البوذية والطاوية والاسلام والكاثوليكية المعدلة استقلال الكنيسة عن روما وبرغم ما تقدم يرى عدد كبير من المسيحين في الصين بحاجة ملحة للصلاة في كنائس سرية والتي تعتبر بحسب السلطات الصينية خارج عن القانون فبحسب القانون الصيني لابد من تسجيل كل المراكز الدينية وفي حال لم يتم تسجيلها فهذا يعطي الحكومة الصينية الحق في اضطهادها عند الكشف عنها ولكن لماذا يلجأ الصينيون الى الكنائس السرية الاجابة بسيطة فذلك سيجعلهم عرضة لرقابة السلطات حيث سيطلب منهم اداء صلواتهم في مباني الكنيسة بحيث يمكن رصدها اضافة الى اجبارهم على تقديم نصوص العظات لموظفي الحكومة للموافقة عليها قبل قراءتها امام المؤمنين وفي ملف اضطهاد المسيحين في العالم حيث دخل الكاهن تومي ماتيو كنيسة القديس متى الكاثوليكية في بوكنير في ميلبورن الاحتفالي بالذبيحة مع المؤمنين الانهما لبثا ان دخل الردهة الخلفية للمذبح حتى اقترب منه رجل يحمل سكينا وفجأ ساد الخوف والدعر المكان حيث اقدم الرجل على طعن الكاهن ليلوذ بالفرار الكاهن تومي الاربعيني نقل بسرعة للمستشفى حيث تلقى الاسعافات الاولية وهو يمثل للشفاء شاهدت عيان قالت ان حالة من الفوضى سادت المكان سمعنا صراخا واشعرنا بحركة غير اعتيادية قالت المرأة رأيت الكاهن وهو يقترب مني ويشير الى عنقه قائلا لقد تم طعني ما انكشفت او كشفت عن عنقي حتى رأيت الدم يسيل السيدة حاولت اللحاق بالمعتدي واخذ الصور له الا انها ظلت بعيد عنه خوفا من ان يهاجمها بالسكين وكان الرجل قد طلب رؤية الكاهن قبل ايام قليلة من الحادث علما انه ليس من ابناء الرعية هذا وقال شهود عيان ان الرجل وقبل طعنه الكاهن قد تفوه بعبارات مفادها انه يعارض تواجد الكاهن تومي في كنيسة كاثوليكية وهو ذات جدور هندية الشرطة طمأنت المؤمنين الذين عادوا لمزاولة حياتهم بطريقة طبيعية خصوصا وان ابواب الكنيسة فتحت بعد انتهاء التحقيقات ما كانت الا ايام قليلة حتى عاد المؤمنون الى كنيستهم للاحتفال بالذبيحة الالهية والصلاة على نية شفاء الكاهن تومي مشاهدين وننتقل الى الارهاب الدولي بريطانيا تحت خط النار هذا الاسبوع حيث بثت وكات رجلس الانبال اربعان باء السماع دوي انفجار خارج البرلمان البريطاني واكد مسؤول برلماني اصابت اثنين بالرصاص خارج البرلمان وانه تم اغلاق المبنى وقال مصور من رويترز انه رأى نحو ستة مصابين على جسر وست منستر خارج مبنى البرلمان البريطاني واكدت مصادر ان عدد المصابين بلاغ 12 شخصا ونقلت وقاة اكسترا نيوز عن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركاو تكيده ان قوات الشرطة نجحت في قتل المشتبى به في حادث اطلاق النار بالقرب من البرلمان منوها باصابة شرطي في حادث طعن داخل مقر البرلمان بالعاصمة البريطانية وكانت مصادر واكدت مقتل خمسة اشخاص واصابة اكثر من 40 شخصا جرى حادث اطلاق النار بالقرب من مقر البرلمان البريطاني ومن الانباء العامة في الحصاد حيث قررت الحكومتان البريطانية والامريكية منع الركاب القادمين من ثمان دول عربية واسلامية من حيازة اجهزة كمبيوتر محمولة او لوحية او هواتف ذكية كبيرة الحجم على متن الطائرات المتوجهة الى بلديهما ويشمل هذا الحظر الرحلات الجوية القادمة من تونس والسعودية ومصر والاردن ولبنان وتركيا وامرت الحكومتين من معهم هذه الاجهزة بوضعها في الحقائب التي تشحن في القسم المخصص للامتع والبضائع وتخذ هذا القرار عقب سلسلة اجتماعات امنية اخرها كان الثلاثة وقال المتحدث باسم حكومة البريطانية ان هذا القرار جاء بعض اتصالات وثيقة مع الامريكيين لفهم موقفهم بشكل جيد وقد جرى ابلاغ شركات الطيران المعنية بالمتطلبات الجديدة واضاف المتحدث ان الاجراءات الامنية الجديدة قد تتسبب في بعض القيود للمسافرين لكن ضمان سلامة المواطنين يبقى دائما على رأس اولوياتنا اما السلطات الامريكية قالت ان قرارها تم اتخاذه لتلاف مخاطر من حدوث اعتداءات ارهابية وفي الحصاد نسلط الضوء على هذا الخبر الطبي لعله يشفي غليل كبار السن حيث توصل علماء هولنديون الابتكار دواء جديد قالوا انه يستطيع وقف علامات الشيخوخة طبيعيا وتغني الانسان عن عمليات التجميل وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية الجمعة فقد استغرق انتاج الدواء الذي كان على شكل حبوب اربع سنوات كاملة وتم تجربه على فئران متقدمة في العمر واخرى مهندسة وراثيا لمدة عشرة اشهر ويقول العلماء للدواء تأثير دراماتيكي على تساقط الشعر ومهام الكلة والطاقة البدنية التي تضعف مع تقدم العمر واطلق العلماء على الدواء البيبتيد وهو عبارة عن احماض امينية تقوم باستهداف الخلايا التي ضربتها الشيخوخة وخلص العلماء الى ان الفئران بدأت في استعادة حيوياتها بعد تناولها الدواء مثل عودة النشاط لعملية انبات الفرو كما ساهم الدواء في استعادة الكلة نشاطها الطبيعي بعد عشرة ايام فقط على بدء اعطائه الفئران وخلايا الشيخوخة تساهم في وقوع الكثير من الامراض المرتبطة بالتقدم في العمر ويقول العلماء انه سيجرون هذه التجربة على البشر قريبا وقال البروفيسور بيتر دي كايز الذي شارك في الدراسة ان الدواء يقتل فقط الخلايا الهرمة ولم نلحظ اي اثار جانبية له واخيرا ظهرت بيانات دراسة كبيرة ان عقار رباثة التي تنتجه شركة امجين يحد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية والجلطات باكثر من 20% مما يشير الى فائدة اكلينيكية واضحة له بخلاف خفض مستويات الكوليسترول الضار وخلصت الدراسة التي شارك فيها 27 الف مريض الى ان رباثة يحد من خطر النوبات القلبية والجلطات والوفيات المرتبطة بالقلب بنسبة 20% مقارنة مع علاج وهمي لان اوله مرضى يأخذون بالفعل جرعات عالية مع ادوية تخفض الكوليسترول مثل ليبيتور مشاهدنا الكرام وصلنا الى ختام حصادنا الاخبار الاسبوعي ملتقى انا وياكم الاسبوع المقبل الى اللقاء الى اللقاء اشتركوا في القناة